أنا مثلا وبركات قاعدين في وضا واحد قوم يا شادي عمل لي كبات شاي قوم قوم يا اسلام عمل لي كبات شاي قوم عادي اه قدي بعض احنا مع بعض لكن حد صغر مننا قوم يعمل الشاي ده كان بقى اللي كان أستاذ وبحب وباحترام بكل حاجة لا الأستاذ كان في الموضوع ده طاهرة بوزيد وحسام حسن اللي ايه طاهرة بوزيد كابتن طاهرة بوزيد طبعا وحسام حسن ما نعطم كان اي حد يقب معهم في وضا أنا تشرفت بان انا عطم مع كابتن حسن كابتن حسن مرة مرة واحد اي واحد يقب مع العزة من اللي اصغر ما عطتهاش ثاني لا يعني لا كابتن حسن طبعا يعني شرف لا اي حد لكن كابتن حسن عطم معه مرة واحدة وكن عندي مثلا 21 سنة 22 سنة على فكرة و هو كمان اقبتن حسن أنت العمر يعني عطم مع الكابتن طاير حوالي 5 سنين كانت اشترابوا زيد؟ اه بص بقى لازم تعملوا تعمل كل حاجة بقى لا مش كل حاجة وبس ده مرة كنا عادين فاني رحت قوضة تانية فبيتصلوا بيه فقلت لهم مش هرد عليكم قالوا لي ليه؟ قلت لهم هروح اديلوا التليفون خليكم عادين وقدموا خفيف كمان نعم انت عارف الاهل يعمل زي الجيش طبعا وما احنا اللي بيعملوا فينا بنعملوا في اللي بعدين في اللي بعدين بس هو كل حب واحترام طبعا بنتكلم في اطار الحب والاحترام والمواد اللي موجودة دايما ما بين اللعيبة وما بين الجماهير وما بين اللعيبة بينهم وبين بعض يعني ده لازم نوصله بس على فكرة حتى فرق اوروبية مش بس طبعا ده الطبيعي في العالم يعني حتى مثلا ادوات الملعب مثلا مش كل حاجة العاملة اللي بيشيل طبعا الكور مثلا الاماع الشنط بتاع تملي اللي هم اللي بازئين او الاصغر هم اللي بي بيبقوا هم اللي بيشيلوا المهمات دي وبتبقى كده انت بتبقى اصغر في فترة وبعدين بتكبر هذه ايه الحياة لا لا على فكرة دي بتدي تعليم في حاجات حتى برا في الاستادات وكده ممكن الولاد الصغرين اللي ينظفوا الاستاد يعملوا لانه عشان يحسوا بقيمة الملعب او الفلق اللي هو فيها وحنا في أي سفرية في افريقيا في افريقيا فدائما بيبقى اللي طالع عام الواحد غالبا يعني أيام دلوقتي ممكن اتنين تلاتة لكن زمان وزماننا وزمان حضراتكم كمان كواحد وواحد مش معقول الواحد ده هيشيل تلاتين كورة وحيشيل اللقماء وحيشيل الكنزات وحيشيل المية فكل واحد فينا النهاردة اسلام وكابتن اسامة وكابتن عادل بكرة كابتن بركاتو وكابتن شادي وكابتن وائل صحيح بعده ابو تريكا وكلنا كل واحد بيشيل حاجة مرة في يوم بس كان الأول الأدام الصغيرين لا لا بسكونوا طبعا بيلاقي حاجة كان بيأخذها بصراحة لا أول معسكر رحتوا أنا وهاني رنزي كان وزلافيا مع الفرق عدنا بالزبط هما يخلصوا التمرين ويطلعوا واحنا بنلم الكوار كلها مع الله يرحموا كابتن حمدي مكرون ليه لاني احنا كنا مسؤولين عن الأدوات ونجيبها للعيبة الكبار أحيانا في لعيبة كبار كانوا يجي يساعدونا فعلا يشلوا لنا كوار معنا يشلوا الأدوات السفرية اللي بعدها كترنا بقينا أربعة كمان جوه الفرقة صغيرين بعدنا احنا نساعد بعض في الآخر آه يعني في الآخر زي ما كابتن أسامة يقول هي قد تكون في سبيل الهزار ودحك طبعا ولكن أيضا في سبيل التعليم أو كيف ينظر اللعب الصغير إلى اللعب الكبير وكيف يحترم الكبير وجود الصغير معها طبعا الكلمة احنا بيقوله ده بيبقى يعني أنا كنت تتمنى أن أعمل لكابتن حسام حسن كبق أي المشكلة يعني لكابتن حسام حسن يعني المشكلة لما كابتن عادل يعمل لكابتن حسامة يعني بالنسبة لنا الحاجات دي بتبقى بالنسبة للصغير حاجة كبيرة جدا أن أنت قاعد مع نجم كبير زي الأسماء كل الأسماء الحقيقة احنا عدى علينا أسماء كتيرة جدا وأكيد عدى على حضراتكم أسماء جديدة جدا أنا بأخدكم بس في حاجة دي لأن الناس زهدت بصراحة من هنتكلم في الفنيات وحنتكلم في الكذا وحنتكلم في كذا وحنتكلم في كذا ولكن دايما الناس بتحب تسمع الكلام اللي كان بيحصل خارج أو وراء الكواليس حقيقة صح حتى في المطارات يا إسلام ما أنت عارف الشونة مثلا أنت بتروح بكل شونة اللاعبين والمدربين والإدارة وإذا كان رئيس البعثة كان برضو كده كان تنظيم العامل طبعا أو العامل اللي طالع أو الاثنين طالعين تلاقي بيساعدهم اللي هم الأصغر يعني مرت علينا كل طبعا فيه مساعدة من الناس الكبار بس هي كانت الأصغر بيتكلف من كابتن الفريق التلاتة أربعة اللي هم الأصغر في السن أو اللي لسه طالعين للفريق هم اللي بيساعدوا في مناولة الشونة الحاجات دي وإحنا داخلين على الوزن يعني النظام حتى المطار فهي يعني عارف متبع متبع في الند في الند الليل كموظم لأنديها في العالم حقيقة عشان بس ما نقولش أنه في الند لا دي حقيقة دي حقيقة لأنديها كثيرة في العالم زي ما قلت لك هي بتعمل بتعلم الصغير قيمة الفريق اللي انت موجود فيه بتاخد يعني بتبتدي واحدة واحدة بالزبط زي مع الفرق يعني لكن مشابه يعني زي ما تكون انت مثلا بتتعلم صنعة أو صنايعي ولسه صغير غير واحد قسطة وأكبر وانت بتناوله حاجات بسيطة مش عارف يعني بتتعلم منه شوية شوية لما تخش لانك بتدي لك يعني قيمة أو تعرف قيمة المكان اللي انت فيه ده وتحترمه وزيت طبعا وهكذا يعني احنا كنا صغيرين كنا بنعمل مع الكبار كده وكبرنا الاصغر بيعمل معنا وهكذا كانت متابعة يعني كابتن أنا والكابتن عادل النهاردة قفلين عليك لابسين زي بعض آآ كويس خدت بالك بس هو فيه نقطة عايزة تكلم فيها لما ييجي لما تتعلم حتة المسئولية والكابتنة هتتعلمها من الأكبر منك طبعا بمعنى احنا كان عندنا في النادي الأهلي حاجة جميلة قوي كنت بقى سعيد بي لما ييجي لعيب كبير ييجي يكلمك في أي موضوع أو أنت عندك مشكلة أول حاجة بتروح تاخد رأي اللعيب الكبير ما بتروحش حتى ممكن تروح لمدربك آه لكن قبل ما تروح لمدربك أنت بتروح للعيب الكبير أولا يخاف عليك وبيديك النصيحة المهم فدي بتسهل حاجات كتير قوي عند اللاعب بمعنى انه ما بيسبكش لوحدك أنت ممكن تخطأ ونصايح صح من الأكبر منهم وكانوا لعيبة عظام في مصر كلها كم من اللعيبة ولو مش نقول على أسماؤهم لكن دولهم كانوا إمكانياتهم في كرة القدم عالية للغاية لكن ما عملوش الانتاج اللي هو اللي هو يريق بيهم يعني الناس دي لو كانت سمعوا وقعدوا مع الناس الأكبر منهم ويتعلموا منهم الكلام ده كانوا وفروا على نفسهم أمور كتير قوي ودي حاجة مهمة دي النادي الأهل بيعلمها ودي حقيقة يعني احنا لازم نكون فخرين بيها طيب خلينا نروح للفنيات كابتن أسامة فريد التحدي المنستيري وواحد من الفناء الجيدة عنده استقرار كبير خلال منظومته خلال 3-4 سنين الأخيرة السنة اللي فاتت تحديدا كان بي اشتركوا في القناة